السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردت في هذا الفيديو أن أعطيه كلاود كمبيوتين هذا هو الثاني نحن أريد أن أدرس هذا المشكل ونحن نتعلم هذا المشكل بسبب هذا المشكل بسبب هذا المشكل نريد أن أعطيه في أجل وآربي الهدف دينا أحب الكرام ودراسة كلاود كمبيوتين ولكن الأهم الأهم هو دراسة هذا الاختصاص بتناوب لغوي عربي إنجليزي لأنه لا مستقبل بدون اللغة الإنجليزية لأنه لا يوجد أجل ودراسة العلم في العلم العالم مع إعطاءة في العلم المتحدة هنا أحب الكرام الهدف دينا هو الكلاود ولكن ما يهم هو شرح مصطلحات باللغة الإنجليزية واللغة العربية لأنه لا مستقبل بدون اللغة الإنجليزية واللغة العربية في التدريس وبالتالي سنأخذ هذا التحدي إن شاء الله إذن سنجيب على الأسئلة التالية ما هي الحوسبة السحابية ما هي الحوسبة السحابية؟ ما هي الحوسبة السحابية؟ أين هي الحوسبة السحابية؟ هل نحن في الضوء الضوء الآن؟ لذلك، هناك كل الأسئلة التي قد تسمعها، أو حتى تسألت نفسك هذه مجموعة من الأسئلة التي من المحتمل أن تكون قد سمعتها أو سألت بها نفسك The term cloud computing is everywhere أصبح الآن الكل يتحدث عن الحسابة السحابية أحبائي كرام cloud computing أو الحساب الضبابي أو الحسابة السحابية لك الخيار في تسمية هذه الأشياء مما تريد إذن كتعريف ما يهمنا هنا للإجابة على بعض الأسئلة الكلاسيكية في الامتحانات ثم سنقوم بالشرح سنبتدي أحبائي الكرام بتلخيص التعريف اللي نتمكن من الإجابة على بعض الأسئلة ثم سنقوم بشرح مصفيد In the simplest terms cloud computing means storing and accessing data and program over the internet inside of your computer's hard drive ثم سنبتدي أحبائي الكرام ببساطة ببساطة بالتعبير البساطة أحبائي الكرام cloud computing main cloud computing يعني تخزين 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 أقل الوصول إلى المعلومات and program وللبرامج إذن تخزين إذن cloud computing تعني أن تخزين تخزين والوصول إلى المعلومات والبرامج over the internet يعني مشيولهم عن طريق الانترنت سنشرح ذلك جيدا يكون عندنا provider أو مزود لخدمات cloud ومعطيات هنا دائما نقوم بتعبين إذا اخترنا إذا اخترنا إذا اخترنا if we choose the cloud computing all data stored in the provider إذن كل program over the internet إذن الوصول وتخزين والبرامج كلها عبر الانترنت instead of هذه instead of هي بدلا 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 من تخزينها في حاسوب computer drive hard driver hard driver والدسك دير والقرص الصلب تخزين المعلومات وشرحناها في موديولات سابقة إذن كتعريف إذن الحوسبة الحوسبة هي إمكانية تخزين المعطيات والبرامج وتخزين المعطيات والبرامج عن طريق الانترنت عند مزود نقوم بتأدية أجر مقابل أن يتكلف بتخزين البرامج وأعطائنا تخزين المعطيات وأعطائنا حيز لتخزين المعلومات والوصول إلى المعلومات بدل تخزين المعطيات في الحواسيب إذن أحبا الكرام أخرى تخزين المعطيات تخزين المعطيات تخزين المعطيات تخزين المعطيات التعريفات الأكاديمية إذن سنقوم بالشرح المستفيد وأحبي من طريق مثال قلنا أحبي الكرام بأن تخيل صاحب الشركة هذه الشركة خاصة بتوزيع الآلات الموسيقية مثلا عنده مقاولة لتوزيع الآلات لبيع والتصنيع وتصويق الآلات الموسيقية إذن تيبي عنده زبناء كوتور أحباء الكرام كان أصبح تجارته رائجة كما قلنا أصبح الآن يوزع لمدن كبيرة إذن اشترى مجموعة من العربات وقام بتوظيف مجموعة من الأخصائين في التوصيل كوندكتور أو سائقين إذن أصبح عنده مجموعة من السائقين مجموعة من العربات كارز مثلا كوندكتور هذا بدل الشخص بدل صاحب مشروع أن يعتني بالآلات مثلا ويقوم بتطوير الآلات الموسيقية تطوير الآلات الموسيقية مثلا قام بزيادة تدبير موظفي التوصيل وكذلك العربات إذن أصبح عنده إشكالات كبيرة غياب مثلا السائق عطب في السيارات إذن قام بترحيل هذه الخدمة يعني قام بإبرام عقد مع شركة لوجيستيك للتوزيع ليتفرغ مثلا صاحب المقاولة بإنتاج الآلات الموسيقية الآلات الموسيقية نعم إذن ترحيل الخدمة يعتبر شيء جميل جدا إذن أصبحت تجارة تصاحب هذه المقاولة تجارة كبيرة أصبح عنده موظفينا كتر وأصبح عنده منظومة معلومات وقلنا بأن السيسم دانفورمات أو منظومة المعلومات تنقسم إلى إثنين دو أوبرانت يعني لسيسم أوبران ثم لسيسم دو پيلوتاج لسيسم دو پيلوتاج أو ديسيزيوني إذن أصبحت عنده بيانات ضخمة موظفين أجور يعني استعمل قام بتوظيف مجموعة من الموظفين مهندسي المعلومات وتقنيين متخصصين في المعلومات وأصبحت عنده أحباء الكرام بنية رقمية أصبحت عنده مثلا مجموعة من الحواسيب ومجموعة من الخواديم مثلا سيرفرز أند كومبيوترز إذن خادم كبير قواعد البيانات مثلا مهندسين مهندسي صيانة تقني برمجة تقني برمجة المواقع الإلكترونية إذن أصبحت عنده أصبحت عنده نظام معلومياتي متكامل إذن بدل مثلا هذا الشخص اسمه محمد بدل الاعتنام بالآلات الموسيقية وتوزيعها أصبحت همه الآن همه الآن كيف يدير النظام الرقمي والمعدات الرقمية لشركته إذن هنا سيصبح لأنه عندي مثلا سيرفر وعلى يحتوي على بيانات جميع الموظفين بيانات بيانات لأوردر أو لكوموند أو طلبيات مثلا فاكتورز مثلا مثلا الاستمارات معلومات خاصة بالموظفين مثلا تطبيقات الموقع الإلكتروني أصبحت هنا سيرفر سيرفر باز دوني داتا بيس سيرفر أصبحت سيرفر خاص بالإيميل لتدبير البريد الإلكتروني أصبحت إذن يجب عليه صيانة هذه الأشياء وتوظيف موظفين جدود وتطوير الشبكة وتطوير المواقع الإلكترونية إذن وهو ليس مختص في العالم الرقمي إذن سيقوم بالذهاب إلى تخزين هذه المعطيات وبدل شراء هذه الحواسب وبدل توظيف موظفين وبدل سيقوم بالذهاب إلى اختيار الكلاود تخصيار الكلاود ما معنى سيتعاقد مع شركة مثل أمازون فيسبوك جوجل أو شركة اتصالات التي تقوم بتخزين المعطيات إذن معطيات الشركة محمد ستصبح الآن في الكلاود يعني عبر الانترنت إذن الوصول إلي عبر الانترنت سيقوم بتوظيف فقط أشخاص يديرون هذا الكلاود وهنا هناك يكون لدينا مزود لخدمة الكلاود مثلا هناك مزويدين كتر مثلا شركة الاتصالات مثلا إي بي فيسبوك مثلا ماكروسوفت مثلا جوجل أمازون إي بي أكستر إذن سيصبح عندنا الكلاود يعني معطياته كامل إذن بدل شراء كما بدل شراء مجموعة من السيارات وبدل شراء مجموعة من الحواسيب سيقوم تخزين المعطيات كل شيء سيقوم تخزينه في الكلاود عند الشركة الأم عند بي أم ستصبح المعطيات كاملة للموظفين إذن الموقع الألكتروني سيدار عند إي بي أم سيقوم بالهوستين عند إي بي أم إذن كل شيء تدبير الطلابيات سيقوم عبارة عن تطبيقات مقدمة من طرف إي بي أم أو مثلا فيسبوك أو جوجل إذن بدل إنشغالي بالعالم الرقمي سيقوم بتفويض هذه الخدمة إلى شركة متخصصة في كلاود أحباء الكرام للزيادة في المردودية وليجعل وليختر أقع آلات موسيقية أخرى إذن كخلاصة إذن سنشرح أحباء الكرام هذه الصورة المهمة جيدا موبايل ستوراج سيرفر ثم هناك إبريد كلاود كين بي 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 كلاود بريفايت كلاود كين قد حط بجزء خاص بالكلاود شكرا ننسي بهايكم وإلى اللقاء